مؤلمة للطرف الإسرائيلي يعني ما الردود التي نتوقعها الآن من إسرائيل ومن سيدفع ثمنها هل ستوجه صواريخها مرة أخرى إلى غزة بعدما ربما هي تحمل فصائل فلسطينية في غزة أو ربما حركة حماس طالما إسماعيل هالية متواجد في بيروت ربما تحمل إسرائيل حركة حماس مسؤولية الصواريخ التي انطلقت من جنوب لبنان على الشمال الإسرائيلي هل ستنزلق الأمور الأكثر من ذلك؟ هي بالفعل تحمل حركة ربما نعم هذه الفرضية قائمة وهي المرجحة لأن ما قام به الاحتلال من ردود على غزة في مناطق مفتوحة وغير مأهولة لا يتناسب وحجم التهديدات التي جاءت على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد اتخاذ قرار في الكابينيت حيث قال بأننا سنرد ردا مؤلما على غزة وأننا سنجبي منها ثمنا كبيرا وهذا ما لم يحدث بعد لذلك من المتوقع أن تكون هذا الهدوء الدائر حاليا هو خدعة فهو مارس ذلك في عام 2008 وفي عام 2012 في عام 2008 قيل للوسطاء بأن إسرائيل أوقفت هجماتها وأنها اتفقت بالتهدئة وقامت بافتتاح العدوان باغتيال المئات من الشرطة المدنية في غزة وبلغ عدد الشهداء 350 شهيد في الضربة الأولى وأيضا في عام 2012 أيضا بلغت حركة حماس عن طريق الوسطاء بأنها بعد تراشق جرى بين المقاومة وإسرائيل أن إسرائيل وافقت على التهدئة ومن ثم قتلت قائد عز الدين القسام أحمد الجعبري وبالتالي يمكن أن يكون هذا الهدوء المشوب بالحذر هو خديعة لعادة مواصلة العدوان وتدفيع غزة الثمن كما قال نتنياهو وما تحدث عن رد مؤلم نحن لم نرى ردا مؤلما إلى هذه اللحظة وزير الدفاع التركي دعا إسرائيل إلى وقف الهجمات التي تؤدي إلى زيادة الفوضى بالمنطقة أيضا لقينا بيانات استهجان من مختلف الدول العربية وحتى من المجتمع الدولي هل تتوقع أن تلعب الدول التي علاقاتها سارية مع إسرائيل أو مطبعة مع إسرائيل أن تلعب دورا في التهدئة مصر تحديدا هي ضامن للتهدئة ومنذ عقود هي تلعب دورا مهما في مسألة الوساطة لإرساء الأمن والسلام والهدوء في قطاع غزة بشكل أكبر وهي تبدل جهود كبيرة جدا مع الفصائل الفلسطينية لكن في تصريح واضح بأن ما زالت الجهود مستمرة وأن مصر اليوم تدعو الأطراف إلى التزام الهدوء والتجاوب مع جهود التهدئة ما يعني أنه لا يوجد ما يلزم أي طرف من الأطراف بالتهدئة وأن الخيارات مفتوحة على خيارات عدة وإسرائيل تحاول أن تقول بأنها انتهت لكن قالت بوضوح أنها انتهت في لبنان ولكنها لم تقول أنها انتهت في غزة هي فقط وجهت انظارات إلى المواطنين الإسرائيليين في غلاف غزة ما يوشي بأن هناك هدوء لكن لم تقل بأنها أوقفت عمليتها وأن العملية العسكرية تجاه غزة انتهت لذلك الفرضية الأكثر ترجيحا هو معاودة العدوان الإسرائيلي خاصة أن هناك انكشاف للردع الإسرائيلي بالكامل سواء من الشمال أو من الجنوب وخاصة أن هناك عمليات جرت في غور الأردن أدت إلى مقتل مستوطنين وهجمات متواصلة ردا على ما يقوم به الاحتلال في الأقصى لذلك هذا الحجم من الردود الكبيرة على الاحتلال قد يفجر مشاكل ضخمة بين الأحزاب الإسرائيل إذا ما توقفت إسرائيل إلى هذا الحد ترجمة نانسي قنقر